مرحبا بكم من جديد في هذا الدرس المميز السابع والستين كلمة beat beat كلمة مهمة جدا سوف نتعلم استخدامها ومرادفتها في دقيقتين فقط هدفنا هو حفظ تسعين بالمئة من هذه المعلومات الموجودة في هذا الدرس خلال دقيقتين حوالي عشرين كلمة جديدة لذا ركز معي جيدا الآن get ready اجهز get ready write all the phrases اكتب جميل عبارات so you need a notebook and a pencil just two minutes ركز معي دقيقتين فقط and repeat after me five times aloudly كرر خلف العبارات بالصوت مرتفع خمس مرات لكل عبارة حتى تتقنها بشكل جيد أما الآن أضغط على عجاب لهذا الفيديو اشترك في القناة فعل زر الجرس حتى تصل لك جميع الدروس beat تأتي بمعنى فازة تغلبة تفوقة قهرة أو تشابه لديها مجموعة معاني فازة تغلبة أو تفوقة قهرة أو تشابه المثال الأول قلبها ينبض بشدة قلبها ينبض بشدة هي كانت بالكاد بارلي بالكاد تفهم أن تفهم his response his response response ردت فعل ردت فعل ردت فعل make out يفهم she could she could barely make out his response her heart نقرأها معها her heart قلبها her heart beat so hard قلبها يدق بشدة she could barely make out his response ممتاز نأخذ المثال الثاني we can beat we can beat بإمكان أن نتغلب على property property الفقر and illiteracy illiteracy الأمية and fear والخوف we can beat property and illiteracy and fear ممتاز قلبها سويا we can beat property and illiteracy and fear جيد جدا مرادفات كلمة beat when when فاز أو يفوز overcome overcome قهرة excel تفوق lookalike تشابه أو تشابه مع شيء ما lookalike يبدو كذلك أو يتشابه مع كذلك إذن هذه أهم من المرادفات لكلمة beat حاول الآن أن تكتب جملة مستخدمة فيها كلمة beat حاول أن تستخدم هذه الكلمة في جملة كلمة beat شكرا لك على المتابعة اشترك معنا في القناة واضغط على لايك وتابعنا دائما وشارك الفيديو لجميع أصدقائك حتى تعمل مفائدة ولا تنسى الاستمرار بالمثابرة حتى تتقن اللغة الإنجليزية شكرا لك وإلى اللقاء في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر